تقرر تأجيل عودة الجابوني مليك إيفونا مهاجم الأهلي إلى يوم غد التاسع من سبتبر لارتباطه مع منتخب بلاده بمواجهة زامبيا والديانة كان إيفونا قد شارك مع منتخب بلاده أمام السودان في التصفيات الإفريقية وأحرز هدفين من أصل أربعة أهداف أحرزها فريقه في مباراته أمام السودان والتي انتهت برباعية نظيفة ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في تدريبات الأهلي الجماعية عقب عودته مباشرة في إطار الاستعداد للقاء الملعب المالية يوم الثاني عشر من سبتمبر الجاري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكنفدرالية